اشتركوا في القناة وكانت البداية بهذا الهدف الرائع من كريستيانو رونالدو في الدقيقة السادسة والستين تعديل النتيجة تبعه تقدم كان عن طريق البرازيلي أندريس تاليسكا بضربة رأسية سكنت شباكا استقلول وفي الدقيقة السابعة والسبعين اضاف نفس اللاعب البرازيلي هدف التقدم لفريق النصر بعد مجهود رائع من عبد الرحمن غريب راوغ فيه لاعبي فريق استقلول وثبتها كرة وكانها تاليسكا ركن في المرمى لتنتهي المباراة بثلاثة هداف مقابل هدف واحد لمصطحة النصر أما في الدوحة فخسر الدحيل من أمام فريق بيرس بوليس بعد الهدف الذي سجله أميد علي شاه في الدقيقة الثالثة والستين لتنتهي المباراة بفوز بيرس بوليس بهدف مقابل الشيء كابتن خالد بيومي شهدنا نصر مختلف في الشوط الثاني شهدنا شخصية أفضل شهدنا حتى لعب أفضل من الشوط الأول أكيد مبروك للعالمي طبعا أداء ونتيجة في الشوط الثاني وطبعا لويس كاسترو كل يوم عن يومي عمر بيثبت أن المدير فني قدير جدا جدا في العمل أو استخدام أميكانيات لعبته تكلمنا على الشوط أول فيه كسافة دفاعية وتكلمنا على عدم يستغل بعض الأمور لكن في الشوط الثاني تغير الحال تماما لفلية الناصر من أول ديئة لغاية آخر ديئة بمعنى شفنا تغير في الشكل الفني أو الخطط بالنسبة للناصر عبدالرحمن غريب دخل في القلب تاليسكا في القلب رونالد صعد الطرفين سلطان الغنام على اليمين ومحمد قاسم قبل نزول الأيامان لعب باتنين تحتهم ده اللي طالبنا بيه من الشوطين ببروزوفيت شوفوا فانا فلعب بست لعبين أمامين ولعب تلاتة وقف تلاتة سبتهم على دارة نص الملعب الخايبري مع اللابورت مع الجامي وبالتالي شوفنا كسفوا وانتشار هجوم متز جدا عقبك اللاط انت ايلا هم غيروا كانوا كانت صفقة بس حين صفقة مع السي بس دي لسه جديدة مستحدث فضل فضل عم عموما هي كابتن احتفالية رونالدو حتى حتى روح رونالدو تشعر فيها بشي مختلف احنا كنا نتكلم عن رونالدو كابتن هنتكلم عليه بعد ما نخلص تحليل لانه فعلا يستحق أن نتحدث حالين انه فعلا لعيب يعني عمر الاكتهاد ما بيجيش لحد قاعد والحظ ما بيجيش لحد قاعد رونالدو كل يوم عن يوم بيثبت انه فعلا لعب قدير كشخصية قبل ما يكون لعيب كرة رونالدو اعطى لكرة القدم لكرة القدم على مستوى العالم اعطاها كل شيء وما زال الى الان يعطي كرة القدم اعتقد ان التوجه اللي عمل في الكرة السعودية توجه كبير جدا جدا اضاف للكرة السعودية واضاف للدوري السعودي وغير شكل العالم كله بالنسبة للدوري السعودية وبالتالي اعتقد ان رونالدو لضافة قبيرة جدا جدا في المنطقة العربية مش للسعودية لان رونالدو او الكرة السعودية تمثل المنطقة العربية تيميل هذه طبعا الحالة اللي كانوا يتحدثون فيها الزملاء عن رونالدو وانه كيف يقطع مسافة كبيرة مع كابتن احمد البحث كله عن رونالدو اليوم فريق النصر كان رائع في الشوط الثاني بالضرط اليوم اول شيء مبارك للنصر هذا الفوز المستحق وكل بداية جميلة وراءها رونالدو بداية اليوم التشجيل بداية الفوز كان من وراء من رونالدو اليوم فوق هذا كله يعني مثل ما قال كابتن خالد رجل الشوط الثاني هو عبد الرحمن غريب عمل كل حاجة متما لويس كاسترو ولعيبة النصر آمنوا بقدراتهم واسلوبهم متما سرعوا ايقاء اللعب متما عمل راح تلقى المساحات متما كثرت عملية الوان تو راح تلقى المساحات الوان تش والتو تش هي اللي تخلق لك المساحات خاصة في التكتل الدفاعي اللي عمله استغلال دوشان بي وما يقدر طبعا في ظل هذا الاسلوب اللي اتخذه لويس كاسترو ولعيبة النصر شوط الثاني مستحيل انه يقدر يكمل خمسة واربعين دقيقة بنفس الاسلوب بنفس الصلابة الدفاعية نعم هذا الهدف اللي سجل رونالدو شوف شوف نظرة عبد الرحمن غريب طلب الكرة ما بين الخطوط استغلال المساحة التمرير في المساحة الفاضية شوف طلب رونالدو للكرة في المساحة ومن ثم حسن التصرف والهدوء أمام المرمى من رونالدو بالفعل ها هني بيين لك يعني القيمة الفنية اللاعب كبير مثل رونالدو تبدوشي طيب ممكن عيد الهدف لو سمحتو احنا كلنا بنكلم بتحت الان احنا بنكلم على عبد الرحمن غريب انت كنت بتقول انه هو عمل كل حاجة في الكرة كالناس ليه بقول بس بصراحة اللي عمله النهاردة اكتر انه تجيب جول ستوب يا جماعة احنا اتكلمنا في بداية تحليل في بعد المبارئة عمر على سلطان غنان فين ودام مناك على الطرف اليمين مزبوط هنا مين محمد قاس ايمان يحيا ايمان يحيا رونالدو فين مين اللي بيساعد رونالدو ده على عكس الشوت الاول كان رونالدو بس مع عزول ما بين خمس ستة المدعفين بروزوفيتشو عبد الرحمن وتاليسكا وبالتالي بتتكلم على كسافة هكومية انتشرت بشكل كبير جدا ونتيجة كام النتيجة كاتلسة واحد صفر وبالتالي بتتكلم على تفاعل كبير جدا من لويس كاسترو بين الشوتين وعتق تعليمات للعيبة وتتكلمنا على التلات العيبة اللي قفوا على الدايرة لابورتو والخايبري ولجامي فوفانة زاد مع بروزوفيتش مع تاليسكا وده اللي خلى الانهيار بتاع خط دفاع فرقة الاستقلول صراحة لويس كاسترو عملية التحضير والتمرير والنواحة الفردية والعمل الجماعي واستخداموا لعنصره في شكل هجومي واحد وجد نظري من افضل من افضل المدربين الى مواجدين في الكرة السعادية ان لم يكن افضلهم لانه طور من اداء النصر في كل شيء هو السوع شخصية النصر جاية من اللاعبين ولا من المدرب المدرب لانه على على تواصل كبير جدا مع اللعب ممكن يكون فيه لعب نشاز شوية عن عقلية لويس كاسترو ولكن لويس لو انت تلاحظ هتلاقي ان قط اللبس كلها مع الراجل بالاضافة طبعا لشخصية كريستانو رونالدو وشخصية بقية اللعب وبالتالي بنتكلم على فرقة معدل اهداف رائع جدا بعد امورات التعاون خصوصا في الشرط الثاني كابتن بيقلب النتيجة اي لو انت تتكلم هاد عن عشر فوز على التوالي بعد امورات التعاون صحيح ما اخسرش ماتش عمل بعد امورات التعاون 23 هدف الدوري اوكي عمل 5 في الكاس وعمل 3 النهاردة و2 مع بروس بوليس و4 مع شاب الاهلي وبالتالي بتتكلم على حوالي 38 هدف وبرأة قولي لها جدا دي شخصية مدرب امكانيات مدرب سخارها ان احنا نشوف اللي احنا شايفينه على الشاشة في التويط الحالي بالنسبة للحالة دي كابتن احب صحيح شوف هذه الحالة عبد الرحمن غريب شوف نظرته شوف مهارته الفردية وشوف هني كيف لمح تاليسكا حط للكرة على طبق من ذهب وقال له سجلها يعني وتاليسكا احسن التصرف شوف شوف مهارة تاليسكا في البليسنك ما اعمل فيها اي قوة ابدا وسؤال يعني تاليسكا حيانت حس انه مفروض يطلع بس وانت تقول خلي يطلع يخليك يعني في حيرة تسجيل الاهداف طريقة التحرر يعني شوي شوي يجننك بس في النهاية هو حاسم بالعكس حاسم مثل ما تفضلنا بين الشوطين وقلنا يعني فوق قدرته التهديفية الا انه قادر يتحكم في جميع المراكز في خط الهجوم جميل هذا كان اخر حديثنا الفن المشاهدين الكرام هذه نتائج هذه المجموعة الخامسة مشاهدين الكرام اذا النصر ينتصر على استقلال دوشنبه مثل ما شاهدنا وايضا بيرس بوليس على الدحيل القطري يعني خلنا نتكلم في البداية استاذ احمد عن مواجهة النصر يعني النصر واجه صعوبات كثيرة حتى تسجيل هدف التعادل تستمر قصة كريستيانا وابداعات الكريستيانا محليا مقرية هذا كريستيانا محتاج وقفات نتكلم عنه محمود هذا الهدف المفاجئ هذا الهدف التقدم اللي يقلب اللوراق في المباراة لكن بعزم فرقة فيها نجم كريستيانا ورينالدو فيها اكثر من نجم فيها حماس فيها رغبة يعني ممكن انك تتفاجأ بتقدم الفريق الخصب لكن انك تقدر تضغط 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 حتى تسجل ثلاثة هدف هذه مو بأي فريق ترى يعملها في فرق كبيرة كثيرة تنقلب الأمور عليهم في المباراة ما يقدرون يرجعون خصوصا بعد ضياء كمية كمية من الفرص اضيع الحسابات اضيع يفقدون التركيز لكن قدروا انه يسجلون ثلاثة هدف بثقاب بقيادة هذا النجم العالمي وايضا تاليسكالي اللي يتألق الان من مباراة الى مباراة رغم حالة عدم الرضا اللي كانت في بعض المباريات عليه من جمهور النصر حتى وصل الأمر في بعض الأوقات انه قالوا يبغون يستغنون عنه لكن قادر انه يطلع في الأوقات المهمة اذا بنتكلم ايضا عن لعبين يجب ان نتكلم عن هذا الصاعد السعودي الجميل عبد الرحمن غريب عبد الرحمن غريب هذا النجم الفتل السعودي بالفعل ثبت اركانه في الكرة السعودية مبكرا جدا بادا جميل تمريرات مراوغة انت تلعب في فريق في هالنجوم كلها وتثبت انك تلعب أساسي وفي مباراة مثل هذه المباريات هذا ما يفعل اللاعب ولد نجما عبد الرحمن غريب واحد من هذه هؤلاء النجوم التي ولدوا بالفعل نجوم في الملعب نتمنى للتوفيق نتمنى الاستمرارية بهذه الشاكل التي نشوفها فيه سواء في الدولة الأساوي أو حتى في الدولة المحلية اللي شدني اليوم في مباراة النصر بالذات مع الفريق مع الفريق طبعا اللي استغابتنا في وين لما كانوا خسرانين 1-0 شوف رونالدو الحركة اللعبنة في نص الملعب كان مع الجمهور 1-0 لو تذكر مباراة شواب الهلو كانوا خسرانين 2-1 رجعوا للمباراة قوة رونالدو وانضباطيه والاحترافية اللاعب كرونالدو يقجم دروس ليش للعبين الصغار يزيه عبد الرحمن غريب ما قال كابتن أحمد اليوم لاعب مميز جدا سريع مراوق كل هالأشياء عنده فبالتالي أنا أعتقد نصر استحق الفوز كذلك شكرا 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 الكابتن فريد علي المحلل التحكيمي في أبوظوب الرياضية مساء خير كابتن فريد كامسا نور يا عمر يا أهلا بك أهلا وسهلا فيك يا كابتن فريد في الحالات التحكيمية اللي راح نرصدها لمباراة اليوم الشارقة ومباراة النصر راح نمزي في مباراة النصر واستغلوه طازكستاني بقياز الحكم الكوري هونجين عندنا لقطة واحدة في الهدف الثاني حق النصر ممكن حد يطلع يقول لنا الهدف تسلل ولكن أنا تشوف الهدف صحيح وفيه حالة تعليمية في هذا الهدف الثاني بس ياليت شو شو بس يبقفون لأقطة الآن تشوف المردو في موقف تسلل مشي بس موقف صورة بس إذا سمحت موقف صورة موقف صورة بس الآن شفت في لعب موقف متسلل الحارس هل يشوف الكور كيف تنلعب طبع يشوف الكور صح وين بيروح بيروح عشان يحاول يلعب الكورة صح معنات اللاعب في موقف تسلل ما أثر على قدرة حارس المرمى وبالتالي مشيها مشيها ماشي الكورة فوق والحارس رايح يلعب الكورة وبالتالي اللاعب في موقف تسلل ما أثر على قدرة حارس المرمى وبالتالي الهدف أنا احتبر حالة تعليمية والهدف صحيح أمية في الانبياء لأننا كنا نعتقد أن الفيديو لن يطبق في الدور الأول لكن تم تطبيقه وأكيد كان المستفيد الأكبر هي كرة القدم شكرا لك كابتن فريد علي شكرا لمحللنا التحكيمي الكابتن فريد دعا لي